والنهار ده بقى معنا ملف جديد ومهم جدا لينا كأفراد وكمجتمع وهو مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأولا بس هناخد الموضوع ده من منطلق انه ده مرض وانه لازم نعالج المريض وليست وصمت عار تلحق به عشان بس نكون متفقين على المبادئ اللي هنمشي فيها في الحلقة طبعا الملف اللي الدولة قطعت فيه شوت كبير الحقيقة خلال السنوات الأخيرة وقدروا ينشئوا قاعدة بيانات متكملة للكشف عن التعاطي وكان فيه كمان عدد كبير من الحملات للكشف سواء في العاملين في الجهاز الإداري للدولة متابعناها مع حضراتكم وكنا بنقول أعدادها أو السائقين بقى السائقين على الطرق وسائقين الحافلات وكمان سائقين القطارات وكمان تم إطلاق المبادرات اللي بتهدف للتوعية بمخاطر الإدمان ونفتكر مع بعض كده كان فيه حملة أقوى من المخدرات بتاعت محمد صلاح ولقدر اتحق أرقام قياسية وغيرها الحقيقة من الحملات كمان فيه طرق التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي وعايز أقول له حضراتكم أن احنا سجلنا أرقام كبيرة جدا وقبال إيجابي كبير على صندوق مكافحة وعلاج الأدمان لأنه بيقدب الاستشارات والعلاج مجاني وكمان بيوفر فكرة السرية وخصوصية المريض وده اللي خلا ناس كتير تقبل على الصندوق ده غير أنه اللي يروح مثلا الجامعات أو المصالح الحكومية أو النوادي أحيانا هيلاقي فيه بوثز أو الكشاك الخاصة بالصندوق وده برضو عملت شغل كويس جدا لأنه خلت الناس تقبل أكتر على الاستشارات وعلى الخط الساخن وعلى إمكانية العلاج لأنها موجودة في أماكن عامة بيتردد عليها كتير من الشباب